الحديث عن هذا الموضوع مشاهدين الكرام مدى أهميته يسعد باستثابات سيد وان شرابح رئيس المكتب الولاي لتطوير شعبة الفلاحة بوليت بوم مرداس أهلا بك سيدي مرحبا بك سبا خير وأيضا يحضر معي الخبيف شؤون الفلاحية سيد عيسى منصور أهلا بك سيدي أهلا بك سبا خير طيب ربما قال في هذا التصريح بأن الجزائر عرفت تقدما في مجال الإحصاء الفلاحي أنا أستطيع القول ربما ولا أجزم لأني لست خبير في الشان أنه هناك عجز في مجال الإحصاء الفلاحي هل هذا صحيح سيد عيسى منصور؟ نعم هي جوف كي نهضروا عن الإحصاء الفلاحي لازم نعرف بأنها من المفروض تكون هي أول عملية نقوم بها قبل بلورة أي استراتيجية وقبل اعتماد أي خطة أو أي برنامج لتنمية القطاع طبعا ولكن في الجزائر أنا أظن أن منظومة الإحصاء متأخرة جدا متأخرة جدا وحتى يعني الأرقام لرغم دولها يعني ما هيش دقيقة ما هيش بسفة دقيقة لأنه لكنا نهضروا عن الإحصاء حاليا نحن هنا في الجزائر ما زلنا نعتمد على الإحصاء تعالى العام للفلاحة اللي قام لذرناه في 2001 يعني عنده 17 سنة هذه من جهة من جهة أخرى كان هناك الإحصائيات السنوية لتخص الإنتاج لتخص الشأن الفلاحي دائم هذا الثانيك هنا منظومة غير موجودة إلا كنا نعرف باللي هذه الإحصائيات تقوم بها المصالح الفلاحية على مستوى الولايات أو المندوبية الفلاحية على مستوى الضوائر أو المندوب الفلاحي على مستوى البلدي اللي لم يكن لديهم حتى يعني 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 هذا الاستاتيستيك لأن الإحصاء رأى علم يعني قائم بنفسه يعني ما هوش يعني ليندار هكذا يعني بصورة يعني بصورة اعتباطية يعني طيب جميل ربما السؤال اللي انطرحوها اليوم الجزائر حقيقة تحقق قفزة نوعية في ما نقدرش نقوله أن الجزائر ما عندهاش فلاحة حققت قفزة نوعية في الانتاج الفلاحي نظير يعني نقص الواردات في هذا المجال لكن تعجز في مجال الإحصاء الفلاحي بصفتك يعني رئيس المكتب الولائي لتطوير شعبة الفلاحة بولاية ابو مرداس وأنت أدرى بما يوجد في ولاية ابو مرداس من الجانب الفلاحي اليوم لماذا عجزت كل الحكومات المتعاقبة في وضع ربما منظومة للإحصاء الفلاحي خاصة للإحصاء الفلاحي وكي قانون 16-2008 ذي مظاهر رئيس الجمهورية ينص على وضع إرساد للفلاحي يعني لإحصاء كل الفلاحات ولكن قوانين موجودة ولكن تطبيق الدجسية غير موجود نرجع للمنظمة العالمية للتغذية الفاو نعم عندها برنامج لكل دولة ويترضم حوال 194 دولة كل عشر سنين لجبك إحصائيات هذا برنامج المنظمة العالمية كل عشر سنين لازم نحن في جزائر بدأ من المحلوقات وقفلوا كما قال الخابر اللي داروا لك عدنا 17 سنة ما كيش إحصاء مع أنت دول كل دولة ما تأقل حاجة عشر سنين دين أحصاء أي دول في مجال تربية الحيوانية كل خمس سنين نحن نرجع للطاقم هما فيها صحيح نعم فيها تكلفة فالية كبيرة ولكن تكلفة هذه باش يديروا إحصاء باش يديروا إحصاء كان المنظمة عالمية تعاون تساعد يعني معنويا ومارديا صحيح أنه كون يحبوا باش يديروا يعني المنظمة عالمية تغذية تساعد هذا الأمور كما قال ثانيا نجيو المقاطعة الفلاحية يعني مثلا نرجع عندهم سيارة واحدة أي مقاطعة عندها عشر مقاطعة الفلاحية عندهم السيارة واحدة المندوق الفلاحي تغذية تحصة صعبة منطقة الجبالية ومتيلة ومتيلة ولكن منطقة منتجة معنطقة منتجة منتجة طلبة خصبة كيف يتمش في المسالك الصعبة لأن يديروا مثلا برنام مثلا نديروا مصنع ما يخلوش مصنع بلا كهرباء ولا مصنع بلا ما ولا مصنع بدون طريق مثلا في الاحية متدهورة مختلفة الثورة الزراعية من راحة الكوميتين تعاون في الاحية المتدهورة الدايرين اللي صال يريم حتى السيك المعنوية المهندسين معنى ما دخلت تحبط أيفة حتى واللي تنقل بالترس بورتالي ما يطلق شي معنى تضاريس ومسالك صعبة كما تكلم نقطع فتقول بسمشي واحد هكتار هي ثلاثة كيلومتر واحد هكتار يسوي ثلاثة كيلومتر البوليسيين باش تسيب من تولاية يفي أقوستو ستين ألف هكتار ما تغطية سلاحة صعبة يصعب لك ولكن في تقدم تيكمولوجي كانت تقدم تيكمولوجي نتقل استعامل مثلا نحن نقول نعود نتمشي للفلاحين ولكن هي المادية حوالي سبع ملاير في ألفين وواحد مالباش كيف توقع الوزارة فش ستخمف كبرماج ولكن نتيجة من إحصائيات تعرف إنتاج سلبي وفائض ومباد تدير برنامج تأتي برنامج مستقبلي باش تتفاد المشاكل المستقبلي لتحدث في الزراعة طيب هناك ربما شراكة مع الفاو سنة 2012 لم تخلني ذاكرة سنة 2012 كانت هناك شراكة كانت هناك في ربما التمويل الأولي وكانت تنتظر من الحكومة المساعدة لكن لحد الساعة هناك تأخر في هذا المجال في تمويلها اليوم نضرح تساؤل هالفينية حقيقية للخروج من التبعية النفطية وتوجه إلى ربما الإنتاج والإنتاجية شوف هي من المفروض أن الإحصاء العام يتعلافه وليتساعد يتساعد خاصة في الجانب التقني من المفروض يندر في 2011 كانت تفكير في إقامة هذا الإحصاء وكانوا رصدوا حتى الغلاف المالي مليون مليار دينار لرصدتها الدولة لأجل تنفيذ هذا الإحصاء وكانت رايحة تجند أكثر من 8000 محقق سوركيرا ولك الإشكال هي بعد انخفاض سعر البترول وجهة الأزمة المالية لا يمكن أن يجسد ولكن السؤال المطروح من المفروض أن عملية همة كهذه من المفروض تكون أولوية طبعا هو في التأخر لأن من المفروض لكنا ندير الإحصاء في 2011 من المفروض نوجده من 2008 ليس عملية سهلة عملية كديرة جيدة طبعا من المفروض لو كان بدأنا الترتيبات في الوقت من 2008 كنا قادرين ندخل في 2011 في الإحصاء قبل ما تصرى الأزمة المالية هذا هو نحن نفكر في 2008 ومن بعد نجتمعه في 2010 ومن بعد ندير الخطوة الأولى في 2011 ومن بعد نبدأه في 2014 في 2014 بدأت الأزمة المالية نحن لك سؤال المشكلة هذا هو الإشكال من المفروض أن عملية مهمة كهذه لا يمسوها لا تقشف ولا ترشيد نفقات ولا أي شيء من المفروض حتى الجلسات الوطنية الفلاحة التي قامت منذ شهور من المفروض لا تقام حتى يكون لدينا معطيات جديدة لأن الجلسات اعتمدت على الإحصاء 2021 2021 عندها 17 سنة كتشوف الإحصاء العام الفلاحة لأن الإحصاء العام الفلاحة عملية شاملة كاملة القطاع الفلاحي يعني الإحصاء الكلي من الأراضي من الفلاحين من الحصادات من الجرارات من كل شيء يعني ما هيش عملية سهلة من المفروض باش انت تبلور يعني استراتيجية ولا باش تدير يعني برنامج تنمية من المفروض يكون تحيين لهذه المعلومات كيف أننا نعتمد على معلومة لأنها 18 سنة باش نروح ندير يعني يعني برنامج لتطوير نعم هذا الشيء يعني ما يقبلوش عقلي يعني من المفروض يعني بلورة سياسة واستراتيجية يعني اللي تكون على طويل المدى ما لازمش يعني نغصبه يفو بأس تري سي بيتي نصبر كيتو عندي المعطيات معطيات يعني محينة معطيات يعني كيف يقولون ناجعة نعم فماك نقدر أننا ندير هذا بالنسبة للإحصاء العام الفلاحي للعام نرجع لك دائما مثلا الإحصاء السنوي هذا اللي هو ثاني اللي لازم يكون ثاني يندير بطريقة علمية وطريقة صحيحة لأن هنالك تعطينا الإنتاج أنا أظن حتى الأرقام المتدورة أني قلت لك يعني ما عندهاش مصداقية كبيرة لأن نرى نعرفين كيف تندير هذه الإحصائيات كما قال الأخ نزيدا أننا نأكدها أن الذين يقومون بالإحصائيات ما عندهم حتى وسائل ما عندهش وسائل نزيد نجزم لك الأخ بلال أن كيف يقول المصلحة اللي ما عندهاش أهمية كبيرة على مستوى المديريات هي مصداق الإحصائي نتزم لك هي مصداق الإحصائي كيف نشوف الإحصائي النس رأيهم يخرجون مهندسين في الإحصائي وانت تروح بدير عون اللي ما عندهش حتى خبرة ما عنده حتى دراية بالموضوع يروح يدير الإحصائي من المفروض حتى الأعوان الإدارة اللي يكونوا اللي سيقوموا بهذه العمليات وهم مفروض يكون عندهم تكوين يكون عندهم على أبجديات العمل الإحصائي ما هو شيء الهيئ هذا البشكل الإحصائيات الفلاحية ما عندهاش يعني ما عطينا لهاش الأهمية انتاحة وبالتالي لا يمكن أن نحقق طفرة نوعية في القطاع الفلاحي ولا تحسن الإنتاج ولا الأخر إلى كم ما حسناش من هذه المنظومة وما كان لدينا أرقام صحيحة وفعالة طيب جميل المشروع الإحصائي الفلاحي اليوم يروح مكانه بالرغم أنه كان مشروع موجود منذ 2011 ربما لتحيين هذا المشروع لكن يروح مكانه اليوم الأزمة الاقتصادية لمحالة عطلت من انطلاقة هذا المشروع لكن خلينا نتحدث لك اليوم أنه أسعار النفط في تعافي يعني الجزائر نعرفوها أينها تعتمد على أسعار النفط بدرجاتها الأولى اليوم بالرغم من كل يعني الأراضي الشاسعة لتحوز عليها الجزائر في مجال الفلاحة لماذا لم تعتمد تكنولوجيات حديثة عوض نظام الإحصاء القديم يعني اليوم العالمي تتطور لكن وكأنه هذه الشعبة شعبة الفلاحة هي من آخر اهتمامات الحكومة الجزائرية وحتى الوزارة المعنية سيوانج نحن في تقدم تكنولوجيا عدنا أقمار صناعية جزائرية نكون شيء نعم يعني بفضل وسائل هذه اللوجيسية التي كانت برامج التي كانت على المستوى العالم نطيق ونحصي بلا ميداني بلدكسبر خباراء يعني في مجال تقدم تكنولوجيا يعني يحسبونا بلا ما نعيوه بزاف بعد فقالنا الحاجة اللي لم نصلوش لها فقالنا الحاجة البسيطة نعود مشووليها نرجعك حزيزة صريحة نحن في بومندس مقاتع الغرفة الفلاحية في بومندس كل عاوية يبدلوا مقر هذه غرفة ما عنداش مقر غرفة الفلاحية ما عنداش مقر بزاف الغرفة في المستوى الوطن ما عنداش مقر كيفاش نتاقل كل عاوية يدي بلاسي وفلاحين يحوصوين يمشيوا وكمراوين العناوين مع تدد العناوية غرفة الفلاحية ما كاشف عناوين طربة نحن نحصده هنا نحضره في الصحة بل كانت سدود معطلة عن مستوى الوطن ونجلسة قادمة لأن أزمة البيترون كانت 3.3 أو 3.9 كانت أزمة وكانت الجزائر مضعت في إنشاء سدود جديدة وتطويرها جابوا لتركتور سيطة واللي كانوا يجبوا رومانيا من خارج كل وقت كانوا يتعبوا القطاع الفلاحي ولكن كانت مخططة ضعيفة ولكن الجهاز كان موجود الجزائر كآدات والحصاد كان موجودة ولكن اليوم تقدم العلمي عندنا معهد كبير الله يبارك عندنا مهديسات وخبراء المفروض هم يكونوا اليوم موجودين من أجل الإحصائية تكون موجودة أيضا على أرض الواقع خليني نتحدث أيضا على الصفة المهمة وكأن الجزاء اليوم في أي حالة أزمة تتخلى على المشاريع الحساسة لا سيد عيسى منصور شوف تحدثت على انتعاش أسعار البترول وأنه يعني في قرارة نفسي نقول إذا كان انتعشت أسعار البترول وكان لحقت إلى مستويات كبيرة كما كان في السبق تلمية ولمية وعشرين دولار يجب أن تتائرك رايحين ننساو على الفلاحة هذا ما فيه لأن الفلاحة هي ن�이 hotter الفلاحة هي ضحية الريع البترولي هي ضحية الريع البترولي وهذا الي كون تشوف نجيناز منذ الاستقلال لأحنا راح التلقي لأنه نے استعمالنا الريع البترولي السابق YO كانوا المداخل المالية الكبيرة والبحبوحة المالية التي عشناها في فترات سابقة من المفروض أن استعملنا ذريع البيترولي في تنمية القطاع الفلاحي وكرار القطاع الفلاحي متطور في هذه الحالة شوف نعطي لك كي هبتوا أسعار البيترولي في 2014 أول قطاع اللي تمس هو قطاع الفلاح شوف هذا الإحصاء كان مشروع آخر أهم مهم أيضا وهو توسيع المساحات المسقية من المفروض من 2012 كان مليون هكتار ونبعد ذلك في المخطط الخماسي 2014-2019 من المفروض يتم توسيع هذه المساحات إلى 2 مليون هكتار كان مشروع قبل البروجيكسيون كان لكي يزيدوا المليون هكتار وتمت العملية قسموها بين وزارة الفلاحة ووزارة المورد المائية يعطوهم كل واحدة يعطوهم جزء من إنجاز المشروع ولكن إلى حد الساعة 2018 بقات سنة على المخطط لداره لم ينجز أكثر من 15% يعني 150 ألف هكتار يعني بشوف لماذا؟ قال لك لأنه كانت هناك شح في الموارد المائية في الموارد المالية وترشيد النفاقات كيف ترشيد النفاقات؟ هذا المشاريع التنموية للقطاع الفلاحي هذا هو أني قتلك حتى وتنتعش الخزينة نتغاضى عن تنمية القطاع الفلاحي لا ندري لماذا وكأن الاقتصاد الوطني يعني هو يعني يبقى يعني رهينة الريع الكترولي يعني هذا هو الإشكال وكتشوف أنت يعني الحكومة في 2014 يعني كسرات الأزمة المالية واش كان يقولوا يعني كل المسؤولين كانوا يقولوا أن الفلاحة هي البديل المحروقات هي بديل المحروقات ما فيهاش أي شك يعني ويقول أن بلادنا بلاد يعني فلاحي ولا مناصة من تنمية القطاع الفلاحي ولكن رهينة 2014 أرانا في 2018 أربع أربع سنوات شوف كتشوف برك في هذه الإحسائيات الأخيرة اللي جاءت على الجمالك يعني بالنسبة للثم من الشهر الأولى كتشوف باللي انخفض يعني العجز انخفض أرى فيه ثنين مليار دولار ولكن من المفروض يعني ما هيش كيفاش نقوله لا ننتشي بهكذا يعني هكذا يعني أرقام لماذا نقول لك لماذا لأن حتى يعني صح نقصنا العجز وره قريب يعني الصادرات ره يتمول الواردات تقريبا يعني نعم ولكن الطفرة هذه اللي درناها يعني ما درناها ما كانش هناك يعني تنمية يعني أو كيفاش يقوله يعني ترقية الصادرات المواد خارج المحروقات ما كانش هي وشترة أنه أسعى الفيدرول طلعت ونخفض العجز هذا ما كان ما كانش يعني سيوتوماتيك يعني احنا يعني السوق السوق هو اللي درنا هذا من المفروض احنا كنا هابلين حتى يكون النتيجة يعني مشرجعة ومفرحة لنا يعني يعني كالخزينة يعني ينقص العجز الساحة طبعا ولكن احنا كنا هابلين ماذا بنا لو كان يعني كانت جيت من جراء يعني تصدير المواد في لحية مثلا أو مواد يعني حتى يعني المواد لخارج المحروقات يعني حتى المواد لخارج المحروقات يعني من جانب يعني ترقية الصادرات وانا كنا ندر صادرات خارج المحروقات نقول الصادرات الفلاحية هذا هو الاستكتور البلوس امبورتون كتشوف الاحصائيات الاخبيرة ما كان هناك اي تطور هذا هو المشكل بعد اربع سنوات وانا اعترفنا انه لازم الفلاحة تكون يعني كبديل المحروقات ولكن كتشوف الارقام ما كان حتى نتائج ملموسة في الميدان طيب لكن لا ننكر ايضا سيد عيسى منصور بانه خلال هدر أربع سنوات منذ بدء الازمة المالية التي مست الجزائر ومست ايضا عديد الدول شهدنا تطور ملحوظ في شعبة الفلاحة لا سيد وانش ربما شهدنا تطور ملحوظ انتاج وانتاجية ايضا كبيرة ما كنا نصدر الخضر والفواكه ما نكتبوش على رحتنا اصبحنا نصدر اليوم وعندنا اكتفاء ذاتي في داخل الجزائر وهذا شيء محفز لكن يبقى انتقاد البناء النقد البناء من أجل تطوير هذه الشعبة ربما تخوف المختصين في أشياء الفلاحة ان تذهب هذه الاهتمامات كلها الى اهتمامات اخرى خارج قطع الفلاحة نحن 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 نخذ واحد قطع بطاطا يسقل في اللح بسين مليون مليون ومئتين سنتيم مليون سنتيم يعني بالنقل بالبذرة يعني يحصدها كل شيء 50 مليون سنتيم انا الدعم انا قيمة الموضافة المبيدات والبودور والأشمدة والآلة الزراعية يعني الدول يتحب تنمي لنفلح التح لابد من دير حاجة مثلا دير حاجة تحب السيد الفيا لنعلى هذا الشريك والذي جاء من الخارج يجبنا في المبيدات ويجبنا في الأسميدة ولا في الآلة الزراعية نتزيل لطاكس كيف يجب لطاكس هو يجب لطاكس الفلاح لطاكس لا يجب لطاكس لطاكس يعني طاكس يقول الفلاح لا يقول لطاكس يعني مبادئ الفلاح لا يجب يتحرك لأن 50 دينار جزائي البطاطا بلسبب الفلاح خاسر فلاح خاسر 100% العام تعسنا الفلاح نتكبد خسائق كبيرة من جراء يخلطوا بكل الفلاح بشي دول طماطم المتأخرة يرسيزون 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 15 ألف 150 دينار في السوق يرسيون 40 دينار ولا 50 دينار هذا ماشي من الإيجابية ومن التقدم لأن التقدم هو استمارية وإستدامة ولكن نشوفك توقف الاستدامة وإستمارية من 2019 رح توقف إستدامة وإستمارية الفلاح لن يكره وكان يحبسه نحن نطارب مزارة الفلاحة نقص مثلا الحجم مستودة من خارج ترفع الفلاح لا يخلصها ثانيا نحن في بمدرس براحة يطولي على السامد للوفيفر السان كذلك السامد القاعدة يدرون الأسجار يحب في شهر أكتوبي يبدرون مكاش عدنا نحن مصنعتها واسمت تعنابة فلوريالو واسمه المصنع هذا المصنع هذا عنده اتزامات 28% اللي بيحان داخل الجزائر لما يجي المصنع يدي المعدل مثلا تركيبة قاعدية بخمسلاش 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 في الحمي لا يسحقاش هنا في الحمي الممدلس نحن أشجر بخمسلاش لا يسحقاش لك في الحمي فلوريالو 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 الأسميدة ما كاش مني شي غير موجودة أصلا كيف نعم الفلاح هذا كإحصار لأن نحن نحصي مثلا نجيب لي جرارات نحن من يحسر Lewant نحن 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 صغيرة عندون ننص ثق نحن بعد أن ي تزار الخضروات وتزار الأشجار مثمرة في المناطق الجبال اليمنى يجب أن يستعاني بإجراءات صغيرة يستعمل كل دول العالم شكرا جزيلا لكم سيد واني شرابح وسيد عيسى منصور كنتم ضيفي صباحة اليوم في هذا الموضوع وتأخذ الجزائر في مجال الإحصاء الفلاحي قمتم بالتفسير والشرح شكرا جزيلا لكم